في استمرار لعملية تنفيذ كامل البند المتعلق بالتهجير ضمن اتفاق الروسي والنظام وممثل ريفي حمص الشمالي وحمل جنوبي تجري تحضيرات مستمرة لقافلة جديدة عقب وصول الدفعة الثانية من القافلة الرابعة إلى مشارف محافظة إدلب حيث تضم القافلة أكثر من مائة وثمانين آلية من ضمنها نحو خمسة وخمسين حافلة وبذلك يصل إلى أكثر من أربعة آلاف عدد الخارجين ضمن الدفعتين في القافلة الرابعة وليرتفع بدورها إلى ما يقارب ثلاثة عشر ألفا على الأقل عدد الخارجين من ريفي حمص الشمالي وريفي حمال جنوبي على متن أربع قوافل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وفي السياق أوضحت مصادر مطلعة أن 90% من السلاح الثقيل تم تسليمه وأن 70% من الفصائل المسلحة غادرت المنطقة وبحسب وكالة سانة باتت قرى القنطر الشمالية والقرباطية والمزازة والدمينة وعز الدين والسطحيات وديرفول وعيدون في ريفي حمص وحمى خالية تماما من المسلحين إلى جنوب العاصمة دمشق حيث لا تزال الاشتباكة مستمرة بين قوات النظام وتنظيم داعش الإرهابي في أطراف مخيم اليرموك ومحيطه وفي حيي الحجر الأسود والتضامن نتيجة هجمات متعاكسة بين الطرفين بعد أن تمكنت قوات النظام من تحقيق مزيد من التقدم في حي الحجر الأسود والسيطرة على مباني ومناطق ومواقع كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي فيما نفذت الطائرات الحربية والمروحية غارات استهدفت مناطق سيطرة التنظيم في جنوب العاصمة بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي في وقت لا يزال التنظيم يسيطر على نحو 80% من مخيم اليرموك و40% من الحجر الأسود وأجزاء من حي القدم والتضامن